اشتركوا في القناة ظهور الطوق دايما احنا شايفين كده قدامنا كده الوقتي الطوق يعني الشعر الاصمر اللي هو لافف حوالين العنق وحوالين رقبة الطائر وده طبعا بيبقى جميل جدا وهو اللي بيميز الذكر وبيخليه هو الاكثر طلبا دادا لو انتهت ربي بغبغان يبقى الافضل انه يكون ذكر لان الذكر بيمتاز بالجمال فازاي نعرف عمر الطائر ونعرف ازاي نحدد ما اذا كان هذا الطائر الذكر او انثى اول حاجة انا عندي لازم الاول اعرف عمر الطائر احنا عندنا الطائر الصغير والفروخ الصغيرة بتتشابه مع الانثى الكبيرة عشان محدش يتحكي عليك لازم تعرف الفرق بين الفرخ الصغير وبين الانثى البالغة فاول حاجة واول علامة العين العين بنلاحظ ان العين بالنسبة للفرخ الصغير بتبقى مفيش فيها حدقة حدقة كده لفة حوالين دايما احنا شايفين كده الوقت في الصورة الفرخ الصغير ما ببقاش فيه حدقة بياض كده لفة حوالين العين بالنسبة للكبير بنلاحظ الفرق قدامنا واضحة هو ان الكبير الحدقة بتكون لفة حوالين العين ودي علامة ان دوة فرخ صغير ليس له حدقة حوالين العين وكل ما يكبر الطائر كل ما الحدقة دي تبدأ تظهر بوضوح جدا حمار وبياض حوالين السمار العالمة التانية نشوف المنقار منقار الطائر الصغير بيكون باهت بيكون احمر بس احمر خافت او اورانج يعني ما بيكونش احمر قوي كمان ان احنا بنشوف المنقار من تحت المنقار من اسفل بنلاحظ ان منقار الطائر الصغير بيكون فاتح من تحت فاتح المنقار الاسفل بيكون فاتح بينما المنقار الانثى البالغة او الشبابات يعني اللي هما بقى اربع شهور بنلاحظ ان هما بيكون بدأ يصمر وبيزداد صمار كل ما الطائر يبلغ اكثر فاكثر الحاجة اللي بعد كده عايديني يا رب بقى الفرق بين الذكر وبين الانثى في الطيور الضرة ده طبعا سواء كان على يعني سواء كان ضرة بجميع انواعها يعني سواء كان ضرة اخضر او سواء ضرة مثلا اصفر او سواء ضرة امريكي او ايا كان اول علامة بتميز لنا الذكر عن الانثى زي ما احنا كده بنشوف بنشوف الرأس رأس الطائر فطبعا الرأس الطائر اللي هو الذكر بنلاحظ ان هي طويلة وبنلاحظ ان هي يعني ايه بنلاحظ ان هي ضخمة يعني فيها ضخمة وفيها يعني عريضة وكمان فيها طول انما رأس الانثى بنلاحظ ان هي فطصانة تحت شوية يعني قصيرة شوية وبنلاحظ كمان ان هي رأسها صغيرة يعني نسبيا هي نازلة تحت قصيرة وكمان الراس نلاحظ يا جماعة ان الراس بصوا كويس كده وركزوا انا هوريوكم الوقت الصور والصور دي كمان يعني يعني هختبركم فيها تقدروا تحددوا الذكر من الأنثى فهنلاحظ أن الراس الذكر عريضة من قدام وطويلة نسبيا طيب بالنسبة للراس الأنثى فتصانة شوي تعالوا بعد كده نشوف علامة تانية شوفوا كده معي الصور عشان تحددوا كويس وده يبقى عندكم خبرة كبيرة جدا الحاجة اللي بعد كده بنلاحظ أن الطوء بالنسبة للذكر بنلاحظ أن الطوء بيكون صغار جدا يعني فيه طوء ظهر هوت حوالين الذكر ونلاحظ الحجم وكبر العنق وطوء خفيف جدا والطوء ده يا جماعة ما بيظهرش قال بعد 8 شهور بيكون يعني ايه طوء خفيف جدا يعني حاجة كده ايه زي مسحة فقط ما ظهرش لسه لا ريش أحمر ولا ريش أسود تعالوا نشوف كمان علامة بتبين لنا الذكر من الأنثى العلامة دي احنا قلنا الرأس تاني حاجة احنا بنشوف أن الأنثى عريضة يعني الأنثى كده بنلاحظ دايما أنتوا شايفون كنا في الصورة عريضة إنما الذكر بنلاحظ أنه هو ايه جسمه متناسق جسمه يعني واخد كده ايه بيعني نحيف عن الأنثى ومتناسق وجميل عن الأنثى بنلاحظ كمان أن الذكر بيكون الريش بتاعه أكثر خضارا وأكثر يعني زاهي يعني الريش بيكون زاهي جدا عن الانثى بنلاحظ كمان لو أنتوا بنشوف معنا كمان كده الصورة هنا هنلاحظ ان الفرق كبير جدا بين العرض الانثى فعرض الانثى بيكون يعني اكثر نسبيا يعني بتكون الانثى حتى وهي وقفة كده باللاحظ ان هي اكثر يعني باللاحظ رجليها مفتوحة شوية انما الذكر لما بيقف باللاحظ ان رجليه بتكون ديئة او بتكون وقفة بجوار بعضها فالانثى بتكون عريضة او الحوض بتاعها العظمتين بيكونوا اوسعة بس ده ما بيظهرش اوي وما بتضحش اوي الا لما تكون الانثى بلغت وبدأت عشان البيض فباللاحظ ان العظمتين الحوض بنلاحظ ان هم ايه ان فيه اتساع ما بينهم بخلاف الايه بخلاف الذكر طبعا الذكر بتكون العظمتين مقفلين يعني ملتسقتين او بينهم انفتاح بسيط جدا طيب ايضا بقى احنا هنشوف الوقتي الوقتي الصورة هوت يعني هنختبرك فيها ونقولك ده ذكر ولا انثى تعالوا كده نشوف الصورة الاولية يا ترى هل دول ذكر ولا انثى بص كده كويس هنلاحظ الرأس الكبيرة الرأس الطويلة هنلاحظ المسحة الخفيفة المسحة الخفيفة اللي حوالين العلق فده دليل عن انه ذكر تعالى كان نبص تاني يا ترى برضا ديت انثى ولا ذكر نشوف كده كويس قوي ده ديت ايه ديت انثى لان الراس فضصانهية وكمان الاتساع الحوض ونشوف يعني بكل وضوح ان ديت انثى بالغة كمان انثى ايه انثى بالغة نشوف كده تاني شوف كده معايا ضم الذكرين شوفوا كده معايا في الصورة شوف كمان الصورة دي كمان معايا كده وركز كويس قوي وحدد وبدأ فكر لان يعني عشان تعرف الذكر من الانثى المسألة بسيطة جدا كل الحكاية كلها ان انت يكون عندك خبرة والخبرة ديت بان انت تكون ربيت يعني ربيت الطيور ديت بشكل استمراري وقدرت تتميز ما بين الذكر والانثى فانت بص على كل صورة عشان تقدر تحدد ما اذا كان ذكر ام انثى ما اذا كان فرخ صغير ام ان هي انثى بالغة فشوف كده معايا وعود نفسك عشان تاخد خبرة كبيرة هل دوت فرخ ولا دوت انثى بالغة هل دوت ذكر ولا انثى شوف معايا الموضوع كويس جدا وشوف الصور كويس جدا عشان تزداد خبرة وتزداد معلومات ايضا الذكر بيتميز عن الانثى بان الذكر نشيط كثير اللعب الذكر بيغرد بشكل متواصل الذكر اكثر ذكاء باللاحظ العلامة اللي قدامنا ديت بتدل على انه ذكر باللاحظ ان هو ذكر زايف يعني بيبلغ على عمر سنة ونص سنة ونص بيكون الذكر بلغ الحركات دي كلها بتبينك ان اللي قدامك ده ذكر الراس الطقينة الجسم اللي فيه يعني ايه متناسق والحركات اللي بيعملها بتدل على انه ذكر زي ما نشوف كده العلامة دي كلها بتدل على يعني ايه انه هو ذكر بتلاحظ يعني ايه شوف الفراسة والا بينما الانثى نلاحظ اللحظ الذكر اكثر شجاعة اه ويعني بتلاحظ اللي فيه عناد اه وفيه اه قوة بخلاف بخلاف الانثى شايفين كده اه انا حابب فقط ان انا وريكو شكل الطوق شكل طوق الذكر الدرة بعد عمر سنتين نشوف كده يا جماعة اه قهوة دوة الطوق اهو خفيف جدا يعني عشان فيه ناس كتير قوي بتتسرع اه وتحكم على اه 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 ويقولوا ايه لان الطوق مظهرش فيقولوا عليه انه هو انسى فانتو لو تلاحظوا هتلاحظوا ان الطوق خفيف جدا وده يا جماعة عمر سنتين شوفوا كده احاول ان اه اه اقرب لكم الصورة اكتر شوية بحيس ان انتو تشوفوا اكتر الطوق اهو خفيف جدا يعني لو نلاحظ هنلاحظ ان الطوق خفيف بشكل جامد يعني خفيف يعني حاجة خفيفة لسه الطوق مكتملش لسه الطوق اهو الطوق لسه يعني البداية بتاعت الطوق بتكون اه ريشة واحدة ريشة حمراء وبعد كده بتبدأ تتكاثر شوفوا يعني اللي يشوفوا من بعيد ممكن يقول ان ما فيش طوق اصلا لو انت شوفت من بعيد مش هتلاحظ الطوق الا لما تقرب قوي وده بعد سنتين ويمكن اكتر كمان اه ان شاء الله كمان هوريكم مقطع اه لعمري البغبغان وهو عنده سنة ونص وهنلاحظ ايضا ان الطوق هتلاحظوا بداية زهور الطوق هوريكم في المقطع اللي هاجي مباشرة هتشوفوا بداية زهور الطوق عشان محدش يتسرع ويحكم على نوع البغبغان يا اهلا مساد او بعد سنة فالذكر اللي معاهده هو ما ظهرش عليه اي علامة خالص لان الوقت عمره يعني اكتر من سنة وتمن اشهر سنة وتمن تشهر وزي ما احنا شايفينه هوت لسه ما ظهرش الطوق الا مؤخرا وطبعا ظاهر خفيف جدا يعني انت لو انت بتبص علي من بعيد هتلاحظ ان الطوق مش باين يعني لو لاحظت ان لو بصت في بعيد هتلاقيه مش باين خالص فشوف الطوق خفيف جدا فاصبر وما تستعجل شي وما تحكمش على جنس الطائر يعني بمجرد ما مر عليه سنة لان لسه طبعا انا كنت بعتقد ان دوت انثى لان طبعا مفيش حد ابدا قال ان الزكر ممكن الطوق يبان بعد سنة ونص محدش قالي الكلام ده كله يقول ممكن 8 شهور ممكن سنة فيا جماعة ما تستعجلوش والطوق ممكن يظهر بعد سنة و8 اشهر هتلاقي الطوق كمان لسه خفيف جدا 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 وطبعا محدش يقول ان انت اخطأت في الحساب لان انا حاسب له كويس قوي من يوم طلوعه من البيضة لحد هذه اللحظة فشوفوا سنة ونص ولسه الطوق مصدار السلام عليكم السلام عليكم